أريد أن أصف بعض من أهداف إيران والجغرافية هذه الأمور لمشاهديك في الحدود الغربية هناك حدود القايم وهناك نقطة تفتيش تسيثر عليها القوات العراقية على بعض بضعة مئات من الكيلومترات من تلك النقطة التي تسيثر عليها القوات العراقية هناك نقطة أخرى يسيثر عليها لواء حزب الله رقم 5 و لواء 6 هذه الألوية لحزب الله لديها نقاطها التفتيشية غير الشرعية ومن خلال هذه النقاط يدخلون الأسلحة ويهربونها وكذلك حبوب الكابتكون وكذلك لديهم حركة بطاعة غير قانونية ببعض في ذلك بعض الأمور اللوجستية والوقود لتزويد ألويتهم داخل سوريا وكذلك رأينا في التقارير السابقة أو الأخيرة أن بعض القوات الإسرائيلية لديهم كذلك بعض القواعد قريبة من حلب والتي قامت بقصف إسرائيل وذلك لأنها لديها بعض التجهيزات التي تم نقلها بشكل غير شرعي وغير قانوني من إيران إلى سوريا ولديها بيانات شحن زائفة تقول أنها تحمل بعض الطماطم أو بعض الملابس للأطفال ولكن في الحقيقة هي تحمل أسلحة غير قانونية ومصممة أو مجهزة من أجل المحاجمة داخل لبنان وإسرائيل ما الذي تريده إيران من كل هذا التصعيد شحن الأسلحة ضرب القوات الأمريكية الموجودة في سوريا التي أساس عملها يأتي ضد تنظيم داعش الإرهابي وليس ضد هذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران ما الذي تريده إيران من التصعيد بهذا الشكل بتقديرك هذا واضح جدا إيران تريد أن تخرج الولايات المتحدة من سوريا قبل عدة أشهر كان هناك اجتماع بين القادة من إيران وقادة من تركيا وقادة من روسيا هؤلاء القادة الثلاثة قاموا بتصريح عام يخبرون به الولايات المتحدة أنها عليها أن تغادر سوريا وإيران تريد من أمريكا أن تغادر سوريا لكي يكون لديها نفوذ أكبر في منطقة الشام ووجود الولايات المتحدة هو معيق لها يجعل الأمر أكثر صعوب لإيران لكي تحرز أهدافها الإقليمية الجيوسياسية لكي يكون هناك سوريا سوريا لكي تحرز أشهر مهتم Blood